سامعك مخوتي كديرين بخير اللي بس عليكم متبنا من الله كل شي يكون بخير ولا خير يا ربي متوحشكم والإخوان نبدأ وقصة إن شاء الله على بركة الله آآ الفين فاشت شديت واخديت عملي للحبس مثلكم هاد طراعيف اللي دوس في الأحداث ومن بعد مشيت للسيلون الوقت لي مشيت للسيلون تسعود ماليام بي أقالس هاد لي لا كنسترجع معكم الذكريات يعني وقسم بالله ما كنوجد القاسة فذيك الوقت بالليل كنسمع اسمية ليه لي وانا ما عنديش محكامة يعني دست استيناف كملت كملت المحاكمة ديالي كنسمع اسمية ديالي بالليل مالما بالليل يعني إما داك السيد اللي كي غوط المحكامة يعني إما يعني الناس اللي غادي يتحسسوا من داك السيجن غيمشوا البلاسة أخرى كنسمع اسمية ديالي بالليل توقف واحد المسجون خارج بالليل كنت تعطيه واحد لا ليستو كي يخرج يغوط على الأسماء ديال المسجن باش يوجدوا الحواج ديالهم باش يتزوا ترانسفير قل لي يا راه عندك ترانسفير أنا أول مرة نتز من الحبس يعني معارش كان معي كارام خويا وتلاي أصحابي يعني شي تفاجأ دووزنا تقليبا شي ستشوف ذاك البيت يعني دووزنا رمضان ونصنبل يعني كنا عايشين باخر الحمدلله وخذ ذيق يعني وخذ ذاك المساحة يعني اللي كنا عايشين فيه نحن خمسة ديال الدراري ومبعد تزاد معنا واحد دريتا وولزلت القادي كنا عايشين واحد لومبيونسز وين صراحة تيقولك جمع حواج كتسترانسفير ومساكن الدراري كل واحد اللي عنده شي كالشيرا عنده شي بكية الفرماز اللي عنده سكار يعني كل واحد كي يعطيك العيبه كتجمع ذاك ذاك الباني كتجمع ذاك شي كتقعده كرام خويا بسكين راجع اللور شد واحد القنيته وقالس شد قاروتي كمية قيت كنشوف قال لي صافي تدوك علي البروش في حالك قلت له اخويا كارمادي مزيلا نجربه شوية وثاني حبس خور يعني نكتشفه راسنا وثاني في حواج خلين ونشوفه صافي ذاك اللي لما نعسناش يعني بقى هناك نتعودو نضحكو وتنغنيو طال قلت له الصباح الصباح صافي خرجت وقفو علي المون طفين قلبي هز حواجك كارا بخويا مسكين هز معي الصيكان هز معي الحواج وخرجنا تلجية الكار وخام ووشي خليه وقالهم رئيس لا يخليه معا مشي مشكلة وداز معي مسكين تلجية الكار بقينا واقفين مجمعين ودازي وعن نقني باس نيب تباكينا شوية انا وياك عزيز علي كارا من بزاف بقنا ديما كنت نقروه لكن كنا معاشرين يعني كنا صحاب صحاب خوت وصحاب أبي طلعت في الكار لقيت الدريولة طانية ترى غادي معي تقليب ما كنا غادي شي سو تلتين واحد غادي في ذاك الكار بقينا قاعدين الضحك والتقشاف ذاك الكار توصلنا الوطايتا سيدي قاسم احنا ما كناش متوقعين يعني غلقوا واحد استقبال يعني زواون ووصلنا الوطايتا وقفوا المدير وقف رئيس المعقل ومع الزبنية دي الموظفين كاملين يجوجون يبطون الوحد البلاساتي اسمي والحفرارة الدلال اللي ضار بينوطايتا يعرفوا هذه الحفرارة معروفة وطايتا عاي واحد كي دير شي مخالفاتي يبطون تماما شعبوا الدرارة يكون شي مربيش تعار و الدرارة يكون مديرين سناس الخواتم يعني السيجن دي السيدي قاسم ما فيش اشي يعني كان سيجن فلاحي وكانوا في الناس اه تخيكال ماشي في حل درية قنيترا كانوا فيهم تبرزاتي شوية قالوا هاتهبط لياتي كل هاتهبطهم ليالحفرها هاتبطونا الحفرها كاملين وقفونا تماما خلوا حويجنا تقلبوهم وبعدونا للحويج وقفوا علينا عندك شي كارتنا موارج بدا عندك شي تيليفون عندك شي كارتا شي حاجة منوعة قلنا اليوم ما عندنا والو بقى وتيفليوا فينا قلبونا حيدونا حويجنا نهارك حل دازم السيلا والتقلاب قالوا والو كيف شي يقرع كيف شي يقرع كيف شي يقرع وانا بقى ليش شهر وخمسة وعشر يوم من خرج مربو بشعر الظور يعني وعاج من الشعر كيرا ندير كيرا ندير احد الموظف جاب لي كالصاك ديال الحويجي في القارة وننسوله الله قلت له اكتب الشايف الله يرحمه ويدين فينا ورأيس معقل ما بل كلهم كلهم دهو قالوا يعني ديك الدهو قالوا كان كيكون قرائدي في الموظفين قلت له فينا ورأيس المعقل هنا قلوا يرى وهذا كلي لابس البارة والباربارو ديالله يذكره بخير صافي جبت بكياد ماركيز عطيتها له يا ربي تسمح ليه ومشيت قصدت رأيس المعقل نيشان مسكين شف فيه في حركة قلت له بربارو ديالله يرحملك الوالدين قلت له ربقى ليه شهر وشي خمستاشر يوم غادي نخرج ما بويش نحيط الشعر وهدي وهدي وبقى يشوف فيه مسكين فمشين تعاطف معه قسين بيلا بلوحد البرانتو دايز غادي ويحيط له كاسكيته ويدير لي فراسي قلت له شعر درقو ونشوف كش طارق شعر قامت بيينوش دك ساعة كنا باقين صغار في الالفين اه وصافي درت كاسكيته وزيت حواجي ودخلت كان قلّف هنا نمشي دوني تممى البيبي عاو تاني البيبي كانت ذكرت زوين الصراحة في ذاك البيت يعني مشيت البيت ديال ثلاثة بقيت واحد دري سعيد ولد على الصام رأى الحمد لله مبقاش كي مشي لحبسة دري هذا من ذاك الوقت اللي كنت شفتوا تمامي وجمل طلعة واحد في الرباط كنت كان عمّر تمامي وبالصدفة تلقينا وهضرات جبود هضراء نويا في فطيطة قلّي يا رأة أنا عرفك واحد نارية تتنقشتنا وياك وصاحبك واحد دري ايمن والدرباط والمابيلة كنت كان مشي نعمر مع هاتمنا في الرباط وطلقينا مع الدري والدور دوم تبزنا معهم ودأس الوقت يعني كان البلان دي والديب ايمن دري درباط تحية اليوم صافي وهضرات جبود هضراء ولقنا رأسنا كان عرفه بعضياتنا وتعيشتنا وده قدر عبد الحق عبد الحق ضريف بزاف رأى عنده واحد ضريف دي الودن وطير لي تخلط من داك البيت أعطيب اللي كل ما بين بايس و بايس كين مجامر قلت له مهوش كتطيبوا بمسمرنا يقروا يراء ضروري ضروري ويجبوا لكل ماكلة يجيبوا مع خنشة دي الفخر جيتني غريبة يعني أعطيبوا كتطيب الحاجة يعني كتصاب بردكس كساعة باش يالله يطعب وتدوك المجامر المصابين المغيب بالقازانات دي الـ ودوس ديك ديك الشهر وخمسة عشرينيو في ذاك البيت ذاك الدري ساعد مسكينة تطعني البلصة ديالو كالبيت عامر قليبا ندوسها كغير رسائيل كنت يعني دي ما كنت شدو حد ضيصة الفوق كان دي لازيكوتور وكان دي لغاديو وكان نكتب رسائيل وكان عبر كان دير شعر يعني كنت كان دير بزالت حويش كان عمار بهم وقته وصافية كسبتو حتى جميع وكان نخرج من الترينيق وانتلقى مع الدري صحابي في وطيطة خمسة وعشرين يوم دي الضغية يعني صراحة ما شهر وخمسة وعشرين يوم يعني كنت في قصباح يعني كنت تبشي كين واحد محلابه يرينه في الحرشة وفاعتين كنت تبشي احدى الجامعة تدقل السماياء يعني كان حبث فلاحي وكانت في حياتي يعني نقية يعني تل مو الضفين تما يعني صراحة كانوا قد مقع صحينا وصعاب ولكن علمهم منوعات الصراحة مع الدري اللي كيكونوا داخلين السوق راسهم وملتزمين كيعيشوا معهم زوين صراحة دوس معهم باريود زوين الصراحة في صدقاء الصم وكانت هديني هذه القصة الخود تنبغيكم بسبب ما ندخوكم الياس قراري ماذا ان شاء الله القصة الجاية ان شاء الله ستكون شوية فعل ايطارة لأن كانوا فيها شي مشاكل وقعولية مع مع الدري دياس يعني ترك عارف ديما كيوقع لي مشاكل مع السلوين في الحرش اسمي الحمد لله داس كل شي ودك شي داس يعني في الاخر داس باحترام وبمعاملة هد شي ان شاء الله قد نعوده في القصة الجاية ان شاء الله تنبغيكم بزاف الخود ما ندخوكم الياس قراري مسلام عليكم